المنتخب الوطني تونسي عنده زوز مقابلة مهمة المقابلة لونة تحدثنا عليها ضد غنية الاستوائية وتندرج ضمن تصفية كأس فريقيا اللي بش تكون في جانب في 2024 والمقابلة الثانية بش تكون ضد الجزائر يوم عشرين جوان اما الحاجة اللي انتحب نتوجه بها لاني الجليل القادري وجامعة تنسي الكرث القدم نقول لك يا معلم من غير ما تحكي لي لحتى مليعبي ينجم يغيب وينجم ما يجيش اليوم قاعد تقول لي سخيري والله ينجم يكون غايب على خاطر المليعبي عدم موسم شيق وعلى خاطر يخمهم في مستقبل وعلى خاطر حكايات هذيكم بالنسبة لينا رأوا ما تعني نيش عندي مقابلة مهمة ضد المنتخب الجزيري اللي يملك مليعبي على مستوي عالي كتشوف الليستة متاحهم يا معلم رك من الاخر ما تنجم تكون كان حاضر بش تكور له مستدعي لك المليعبي حسين عواري يكور في ليون او المقابلة لي مع الجزير مستدعي لك بالرحمة اللي قاعد يقدم في عروض قوية في الدورة الانجليزي وانتي تحب ترتاح لي مليعبية لهنية رميش حكاية تخوف لهنية مش مشكل تشكون الاقوى خاطر اخيين ولي يربح صح عليه اما اللي نحب نقوله في الموضوع هاذا نحب نقول لك كور كامل ومبعد الجيل هزيمة مفهم حتى مشكل اما مش تكور لي ناقص مش تكور لي من غير العمود الفقري المنتخبتون معنى انتي تثور المنتخبه التونسي من غير الاسيرة السكيري كيفش بش يكون واشها المنتخب كيفش بش يكون مليون الترام造 المنتخب التونسي اللي نعرف قوة المنتخبه في الوقت الحالي هو هو المليون الترام اللي فيه الاسي السكيري واللي فيه عسر العيدوني واللي فيه حان ابعلى المجبري مبعد نلقى روح أنا نقص ملاعبية بتعاليت شنوع لخط الملاعب يقاعد يرتاح اخوية كامل و Lauraакаو كامل يزوزموا وقابلتها وهذا ما بعد بمثال pinch collaborative配و حذه المساج نحب نحب نوصله ل المدرب والجامعة تنسي الكورت القدم نواصل ونحكيه على الملعبية اللي البرح في الفيديو راني تحدثت على الملعبية اللي يشاركوا في المونديال متاع الرجنتين وينجموا يدعموا صفوف المنتخبة الاول في الزوز مقابلة هذم معناها وقت اللي يتسأني على ملعبية كيموانا سراوي كيموانا علي غرام كيموانا ملعبي متاع سان باولي اللي يساعد هنا راني نقول لك ها وجي الوقت اللي بش نحكي عليهم صحيح محكيتش عليهم البرح على خاطر كانت تخص الملعبية اللي يمشيوا للمونديال اما في الوقت الحالي بش نحكي على الملعبية هذيك مقبل هذا الكل نحب نكمل نحكي على زوز ملعبية ينتميو المنتخب اقل من العشرين سنين ولهنا بش نحكي على غاية الوهيبي اللي صراحة شوف نيها الملعبي كورجي برشا الملعبي وقت اللي تبدلت البوستمتاعه وقت اللي كنا مستحقين لدور يكون موجود في اللاكسونترال كيما في المنتخب الاول منتصر التالبي شوفنا غاية الوهيبي قام بالدور هذا شوف نيها اللي دور شوف نيها معالي السعودي كانوا عاملوا ديو عالمي شوف الكوميكاسيوم عالجارديان تفهم اللي فما استقرار على مستوى الدفاع اللي خلقوا غاية الوهيبي تغيير البوستمتاعه حاجة مهمة جدا اما انه بش يمشي للمنتخب الاول نقول انه مزيل بكري عليه هذي روجة النظرمتاعي النجمه نختلفه والنجمه نتفكه الملعبي الثاني اللي هو زيدة كيف كيف محمود غوربيل اللي اكد علو كعبه ولي اكد انه هو ملعبي عنده مستقبل خاصة كتشوف المقابلة متع اليوم كان هباط ضد نادي الافريقي كان عمل مقابلة محترمة في بعض الدقاق الهباطهم هنه يرانا من نجمه كان نشيده بالادئ الممتاز للملعبي اما بصراحة مزيل الوقت انه بش نحكيه عالفريق الاول انه يمشي يكور انه بش يكون موجود معالي اسس خيري مع المنتصر الطالبي مع الملعبية الكبار ماليها مزيل يخدم على يروحه الملعبي مزيل يتطور في قادم الهيامات وان شاء الله جي وقته نشوفوه في المنتخب الاول نرجع للملعبية اللي امكانيه كبيرة بشي دعمه صفوف المنتخب الوطني التونسي ولهنه نحب نحكي عالم تقلقين نحب نحكي عالملعبية اللي كانوا مغمورين واللي هما اكتشاف في الدورة الالماني يقاوا روحهم اليوم عندهم الفرصة بشي مثل المنتخب الوطني التونسي نعرفوا الناس الكل عنا نقص على مستوى المهجمين نلقى روحي عندي إليس سعد ملعبي اكتشاف في الدفزيون دور في ألمانيا اليوم الارقام اللي قاعد يقدم فيها مع فريق سان باولي يخليك تتحدث عليه ملعبي كنشيرك في حداش المقابلة سيخلينا بديهم اللول بذلك كيف جاء فريق سان باولي في جنفي الملعبي بدا يدخل في الجروب بدا يدخل في جو المنفسات اخذي توندو جو كور حداش المقابلة سجل فيهم سبع اهداف تعتبر ارقام ممتازة جدا بش نشوفه الملعبي يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي ونجربوه نتصور ملعبي كما إليس سعد ينجي معاون المنتخب التونسي خاصة انه ملعبي ملعبي بوليفانو ملعبي نجي ميكور لك علي ميني نجي ميكور علي ساري نجي ميكور رأس حربه معناها بالنسبة لي دعوتو المنتخب الوطني تونسي من تحصيل الحاصل نتعديو الملعبي اخر اللي صراحة ان اليوم اثبت علو كعبو ملعبي ينتمي للبطولة الوطنية وقاعد يكونفيرمي وقاعد يسجل في اهداف حمدي العبيدي اليوم ما تنجمش تنكر انه ملعبي على مستوى عالي طريقة الاهداف متاعه وتسجيلهم فيهم صنعة كبيرة معناها ارتماءة رأسية يسجل هدف كيتشوف ميقاسية يسجل هدف كيتشوف المقابلة بين أنيدي سفيقس كيفش يعدي الفنسيور معنا يدعو به الكورها ويحط الكورها كالم ويسجل هدف لهنيراقيين في مطاقبة اكبراءة للملعبي ونتاكول عن الأداءة الممتازة التي قاعد يقدم فيه مانعي مالي pacيفاك告ه للرندي الملعبي هذا يكون موجود في المنتخب الوطني تونسي يعطيها فرصة بالك الملعبي تمشي معاها بالك الملعبي يوري الأداءة الممتازة الكبيرة في البطولة الوطنية ما نتصورش را وقت اللي اعطينا فرصة للجزيري وقت اللي اعطينا فرصة للخنيسي ما نتصورش انه العبيدي ما يستحقش الفرصة هذي كي يكون كيفهم ما قتلكش نحطه وخليه ودي ما يكاوره ودي ما عايتله وعلى راسه وريشه اما يخوي عايتله جربه اعطيه فرصة بالك يخوي يقل لعب لاسته نستنى من جليل القادري لفتة للملعبه هذا نختمو بزوز ملعبه اخرين انجمو يكونو حل في المنطخب الوطني التونسي خاصة عندنا ضعف على مستوى المدافعين ولهنراني زادا مش مش ننسى يان فاليري اما في الفيديو هذا مش نحكي على علي غرام والنصراوي اللي علي غرام في المقابلة متع النادي الافريقي والنادي الرادي سفيقسي من يفهم اخصائيين من نادي اوكسير قاعدين يتابعوا في الملعبه على خاطر قاعد يعمل في اديق ممتاز مع النادي الرادي سفيقسي خليه محل اهتمام برشا انتيا اوروبية ومنهم فريق يجيه التونس يتفرج فيه يبعث اخصائيين بيش يعاينوا الملعبه عن قرب نتصور زادا الملعبه هذا لفتة ليه من اطار الفني المنتخب الوطني التونسي بيش يعزل صفوف المنتخب في اقرب ليامات شاهدنا الملعبه في المنتخب اقل من 23 سنة كنفيغماسيون على مستوى الادي اللي كان كابيتان دي كيب اللي تحس هو قيدوم لكس سنترال المنتخب الوطني التونسي رولهنية كيما نحكيه على منتصر الطالبي في الفريق الاول كيما نحكيه على غيث الوهابي اللي قلت هو قيدوم في الاكس سنترال كيما نحكي على الاغرام اللي هو زادا كيف كيف قيدوم المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنة ويستحق فرصة ويستحق انه يكون موجود ويستحق التواجد في ذل تراجع اداء برشة ملعبه اليوم سراحة خلينا نكون واقعين ونحكيه المنطق واللوجيك واللي لازم يتقال فهما ملعبه يلعبوا في الاكس سنترال متاع المنتخب ما نتصورش هو ما خير منه في الفترة الحالية زادا كيف كيف ما ننسيوش ديلان برون ديلان برون اللي قاعد يكاور مع السلير نيتانا اللي تجاوز الفترة الصعبة اللي كان يتعدى بها مع الفريق بريودة تعداد ما كاورش هما أخوي يرجع يكاور في الوقت الحالي زادا كيف كيف ينجم يكون حل يظم أبرز الأسماء للمنتخب الوطني التونسي ينجم يكونوا موجودين في قائمة جليل القادري زوز مقابلات مهمة مقابلة لولا ضد غينة الاستوائية مقابلة ثانية ضد الجزائر وماذا بينا يكون ليفكتيف كامل يخويا نكون كامل ومبعد نربح نخسر موضوع آخر ونتناقش فيه مغسيبوكو على المشاهداتكم السحة سبحان خير الناس الكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر